أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميب أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهو لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحبون من كان يريه لقاء الله فإن أجل الله لآك وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغلي عن العالمين والذين آمنوا وعبدوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزي أنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصغينا الإنسان بوالديه حسن وإن جاهدك لكشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وإن جاهدك لكشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولنن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا نتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أفطالهم وأفطالا مع أفطالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذه الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذا قال لقومه عبدوا الله واستقنوا ذلك لخير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتغدقون إبلا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الحزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبل كله وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يُعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولك ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسهم من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتدوا أو حركوا فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذكم من دون الله أوثانا موتة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من الناصرين فآمن له لنوق وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأتون النجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المجسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مبكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها دوقاء قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجي أنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا نوطا من سيء بهم وضاق بهم فرعوا وقالوا لا تخف ولا تحدد إنا منذيوك وأوأك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية إجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد ترتنا منها آية مبينة لقوم يعقعون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعهدوا الله وهو اليوم الآخر ولا تعثروا في الأرض مفسدين فكذكوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثلين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكره وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى في البيلات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابتين فكلا أخذنا بذنب فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذتنا الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين لنخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أو أنا البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نطربها للناس وما يعلمها إلا العالمون خلق الله خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحدون ونحن لهم المسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون من ومن هؤلاء من يؤمن بنب وما يجحد في آياتنا إلا الكافرون وما كنت تتدو من قبله من كتاب ولا تفكروا بيمينك إذا لذي أن ارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صيور الذين أمتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من رب قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أَوَلَمْ يَكْلِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِثَابَ يُسْلَى عَلَيْهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقُومِ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَعُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعَجِعُنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُسَمَّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ وَلَيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْرُونَ يَسْتَعَجِعُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَانَّ مَلَمُ حِيْطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْلَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْدِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْحُلِهِمْ وَيَقْيُلُونَكُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائق تلبوت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبذ بأنهم من الجنة غربا تجري من تحتها الأنهار والذين آمنوا فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من ذابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياه وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليفعلن الله فأنا يفكون الله يبسك العزق لمن يشاء من عبادي ويقرر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد بوتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس لحولهم أفبالباطل يؤينون وبنعمة الله يفكرون ومن أظلم بمن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنا لذين هم سبلنا وإن الله لما مع المحزنين ترجمة نانسي قنقر